السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا لا يوم الثلاثاء عشر أيلول سبتمبر القمر اليوم استقر في برج القوس ورحي ظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 22.37 دقيقة فجر يوم الخميس القمر الآن موجود في منزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 21.48 دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر اليوم بما أنه موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في النزهات ويمكننا اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية وأخر زاوية لأنه اليوم عندنا زاوية وحيدة وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي الزاوية رح تكون الساعة 10 و 47 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر تقريبا وبتستمر لها اليوم التالي تتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية ولكن مراجعة طبية فحصات تنظير صور أشععة إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي راجعنا الطبيب ما في أي مشكلة الكبد العجز العظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية للأشخاص اللي بعانوا من كثافة الشعر وبدهم يتخلصوا منه أما الأشخاص اللي ما عندهم أي مشكلة فما في أي مشاكل لإزالة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي وأصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر زي ما ذكرنا بما أنه موجود في برج القوس قلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس الساعة 12 و20 دقيقة بعد منتصف ليل الأربع على الخميس بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 22 و37 دقيقة فجرا بتوقيت جرينتش فجر يوم الخميس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره ثمان أيام الساعة 9 و54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بنبدأ باليوم التاسع نسبة الإضاءة 46% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 22 تسعة منتحسة بنسبة 40% الآن ساعة الظهر منتحسة بنسبة 60% القمر في القوس حتى يوم 12 تسعة منتحسة الآن بنسبة 10% في ساعة الصباح منتحسة بنسبة 25% ساعات العصر منتحسة بنسبة 5% عطارد في العذرة حتى يوم 26 تسعة سعيدة بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 تسعة سعيدة بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% بيتراجع حتى يوم 12 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة أو العلاقات مع الأجانب وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر كنت بتنتظره وبتكون الفترة نشطة ودينماكية جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتعيد وتنظيم أموركم المالي المشترك اليوم وفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففه من النفقات المتصاعدة حسن أداءك فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات وحاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحباك وما تهمل واجباتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج ولكن بدك تتجنب الغضب والإنفعال وما تدع أي شخص يستفزك أو يخليك تعصب احمي سمعتك وما تشوهها عليك خوض الامتحان قبل الحصول على الجائزة يعني بدك تكون مركز بشكل جيد وضابط أعصابك وتحامل على نفسك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم كونوا واضحين في أولوياتكم ما تدع أي شخص يثير إنفعالك أو غضبك اليوم نظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحترم المواعيد برج الأسد من نسبة لموليد برج الأسد طبعا بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخل الحظ المالي عنكم ولكن ما تعتمدوا كثير على الحضود بترتفع المعنويات ولكن كونوا أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم أو تنتعش العواطف من جديد أو تشتد الروابط متانة وثقة وأيضا عندك قدرة على الحوار والنقاش مع الأحبة برج العذرة من نسبة لموليد برج العذرة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تكثر الضغوط والمتاعب في بعض الأوقات على المستوى العائلي هذه فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي فحاضر الخلافات والمشاعر السلبية لأنها ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطه في السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبناسبك تكثيف التحركات وممكن تحبر عن آراءك بحرية وجراءة أمه وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وتعتبر فترة إيجابية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد أولوياتك أو ميزانيتك المالية أو ممكن تتلقى هادية أو تقدم على استثمار وأيضا احذر من بعض المصاريف المنزلية الطارئة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية وبطلعك الفترة هاي أو هذا اليوم على خبر بيكون بمثابلة إشارة أو انطلاق جديدة فترة ناشطة فيها حماسة وفيها طاقة عالية وممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع جديد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم واستريح وما تعرض نفسك للمسئوليات الكبيرة والصعبة والفارغة لأنها ما رح تكون مجدية القمر موجود في بيت المتاعب فبدك تخفف وطيرة عملك حاول تعمل بشكل روتيني وما تحسم أي أمر وما تنجرف وراء الأفكار السودع والهواجس والتحليل اللي رح يزعجك وما رح يعطيك حلول برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن اليوم يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شأنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة بأي شيء أنت بحاجة للنصيحة المشاركات الاجتماعية هي اللي فيها دعم أكبر لإلك بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم شأنك ما تهمي الواجبات وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة اليوم بتغار على مصالحك وممكن يكون هذا اليوم يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر عشان هيك حاول تعزز علاقاتك بالمسؤولين وحاول إنك ما تغامر وما تجازف وما تشوه سمعتك بأي تصرف ولا تتذمر على مسمع من أحد واصبر هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر